فاير بلاي اصدغلوا ايضا بطبيعة وجود محمد ابراهيم اش اسألوه تطورات القضية متاع الفريق ومستقبله فرافة الاولى على كل معانا بترفون محمد ابراهيم وحامي محمد اهلا بك مرحبا بيت سيدة مرحبا تابع المستمعي في فرافة صحيح الجملة والكلمة اللي استعملت هالفريق مبدع في التاس ولا اختصاصي في التاس ولا ليه الحمدالله كله توفيق من عند الله احنا قاعدين نجتهده قاعدين نحاول نخدمه ونحاول وانه ندافع على مصالح الجمعية طبقا للترتيب القانونية اللي صادرة في الغرض الحمدالله اليوم منتصار جديد لهلال الشابة في قضية اليوم الجامعة تنسي مسترف فيها ولكن ضد جمعية من الجزائر الشقيقة القضية متعلقة بلاعب كاملوني هكا لا لا بلاعب جزائري ولعب مرباح مثالة مش نذكروا بوقاء على القضية هذه وانه اللعب هذا جاء الهلال الشابة حر من التعاقد بعد مفسخ عقده مع الفريق الجزائري ولكن ما رعنا في فترة لاحقة لانه الفريق الجزائري يتشكل باللعب هذا قدام الفيفا وبصفة ثانوية بنا واعتبروا انه هلال الشابة هي من حفت هذا اللعب على فسك العقد وبصفة تعاسفية دفعنا على حدودنا وعلى حقوقنا قدام الفيفا والحمد لله انتصرنا وعطتنا حقنا الفيفا الفريق الجزائري طعم قدام التاس اليوم التاس نصفت المسئولية تقريبا بين اللعب الجزائري وبين فريقه السابق والحمد لله بالنسبة لله بالنسبة لله الشابة ما ارتجب اي خطأ ولا يتحمل اي مسئولية في الفسخ هذا وبالتالي اخرج من النزاع وانتصرنا في هذه القضية نجم ونقول الفريق متاع المحامين ظهر لنفسه ديما التي تخدمه في مثل هذه القضايا بالنسبة للقضية هذه هو فريق تونسي تونسي كنت ممثل في شخصي وفي الأستاذ محمد بنوب الفرشيشي فقط دون المحامين السويسريين المحامين السويسريين المتواجدين تقريبا كانوا في النزاعات اللي تهم بقاء الفريق من عدمه في الربط الأولى ممتاز جدا باي خاني ازدغل كما قلت وجودك معنا ما نجمش ما نسألكش على تطورات القضية المتعلقة بمستقبل الفريق في الربط الأولى صحيح ما هو احمد نجم نقوله انه قضية الإثارة اليوم في مراحلها الأخيرة اليوم في انتظار جواب النادي الأفريقي الجامعة تونسية الكروت القضمة فقط ثم تتعين جلسة في الغرض قاعدين مع فريق المحامين السويسريين قاعدين نحاولوا انه نصرعوا في الإجراءات على قدر الإمكان وبما يتماشى مع ترتيب التأس الحقيقة ان شاء الله وانه نجمه ان ناخده جلسة قبل ما ترجع البطولة ان شاء الله ناخده حكم كذلك قبل ما ترجع البطولة نحن ساعين في ذلك وان شاء الله تكون مكان هلال الشاب رابط الوطنية المحترفة الأولى لفر القدم كما عادناها وكما الحقيقة يلزم تكون سيد توفيق المكشر حتى في تصريحاته واخيرهم تقريبا في مع زملائنا في جمال الفهم تقريبا نسبة على انه وافق بالفوز بالقضية كبيرة برشا من شنو متأتي الحاجة هذي؟ هي متأتي الحقيقة من من ثيقتنا في انفسنا اولا من ثيقتنا في قراءتنا للقانون لانه بعد ما قرنا القانون برشا قراءات وبرشا تحاليل قانونية من ناس مختصة في الميدان تأكد التوجه متعنا وتأكد الخدمة اللي اخدمناها نحن نعتبره ان القانون واضح قانون جامعة تنسيكة القدم وفي نهاية واضح وصريح وينطبق على الوقاعة اللي اشارنا لها في الإثارة متعنا وكذلك ثيقتنا في القضاء الدولي لان القضاء الدولي تأبى على حسن تطبيق القانون العقيقة وقليل ياسر وين وين شبنا ان القضاء الدولي حاد عن القوانين وإلا اخضر في تطبيق القانون ان شاء الله المرة هذه تذالجة نفوزوا مرة أخرى وان شاء الله يتأكد انه حسن تطبيق القانون هيلان الشاب عنده عنده دور فيه بالنسبة لثقه القضاء الرياضي في تونس فهو موعد محدد للنطق بالحكم ولا مازال؟ لا مازال مازال في انتظار كما قدت وانه النادي الافريقي وجامة تصير في قدم يتقدم الجواب متاعهم ثم تتعين الجلسة في الغرض ان شاء الله منعاش فما معتها ذات تقديرية ولا مازال؟ من نجمش من نعمل نعمل واستماسيون على حقيقة اسلام ولكن كما قدت ونعاود وانه قاعدين احنا ساعين كفريق دفاع وانه ناخذ اقرب موعد ممكن وقاعدين ساعين وانه يكون اقرب موعد ممكن هذي يكون قبل بداية البطولة ان شاء الله التاس تتفهم هذي وان شاء الله التاس تمكننا من هذا في فنيات المطار اه معناها فهم ممكانية معناها قبل ترونت سبتمبر ساعين ساعين في ذلك ديما الامل موجود ديما الامل القائم وان شاء الله نتوافقه في تحقيق ذلك عندكم موقف من اللي اعطى القيارات الاخرى متاع الجامعة متاع تقسيم المجموعات الزوز مجموعات كل واحدة فيها سبعة معناها كأنه فهم معت تأكد وقلانك انه البطولة مفياش شابة العام الجي اليوم الحقيقة الطريقة اللي اتعاملت بها الجامعة تونسير كورت القدم جيتني غريبة برشة مش شوي لانه اليوم عندك زوز ملفات قضائية واحد فتاس الآخر قدام لجنة الاستئناف بجامعة تونسير كورت القدم والزوز ملفات هذوم سيحددون بصفة مش هامة وانما بصفة اساسية هي شكون اللي بش يكون موجود في الرابط المحترفة الاولى وشكون اللي بش يكون موجود في الرابط المحترفة الثاني كنت نتوقع من جامعة تونسير كورت القدم مع الاقل تعطينا بلان ا بلان بي بلان سي في صورة ما التاس اصدرت حكم ايجابي كيف سيكون موقف الجامعة تونسير كورت القدم كيف تتصرف كيف تكون البطولة في صورة ما اصدر قرار مخالف لما صدر عن لجنة وطنية تقريب في خصوص ملف حمام سوزة والترجل ياضي الجريس كيفاش بش تكون كنت ننتظر بالحقيقة اكثر استشراف من جامعة تونسير كورت القدم لكن جامعة تونسير كورت القدم هذه هي كما عودتنا عبارة وتأمني به قطار ماشي ما يحبش يتوقف ما يحبش يشوف ما يحبش يشوف ما المسارات المختلفة اللي تنجم تعترضه اليوم نقول وانه تم زوز ملفات كبيرة زوز ملفات هامة ستوحدث مصير البطولة هذه وبالتالي القرار تصدر عن جامعة تونسير كورت القدم اليوم اعتبروا انه قرار غير نهائي باعتباروا انه هناك قرارات قضائية في الإبنان بشكل مؤثرة فيه وتنجم تسبب له في تغييرات على المستوى الخريب لتالي ساعات يا ديلي للكلوب بش تجاربوا الان فماش ديلي بطبيعة بطبيعة لعندهم ديلي ديلي هذي يوفى فيه تقريبا نصف نصف شهر سبتمبر او اقل اقل ما عندي يشتوق قدامي من البينات المش قدامي بالضبط ولات انه ديلي هذي بش يكون تقريبا عشرة او او خمساش سبتمبر على اقصى تقدير ويشو فيه عتجارب للكلوب معنا يتم تحديد المواعد المواعد هذا من المشترض هذا من المشترض اللي يصير واضح شكرا ليك عتيك صحة سي محمد على كل هذي التفاصيل بخصوص الملف وما يتعلق بقضية هيلة الشابة نكمله في البلاي اليوم شكرا لنا منالساسي في الاخراج وقبلها علي باشا ايضا في الاخراج تقوى المديوني في الاخراج الرقمي اجمل تحيات اسلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة